يحاول معظم الأطباء معالجة أعراض السكر النوع الثاني لكن دون علاج المرض نفسه دراسة بريطانية أظهرت إمكانية معالجة المرض عبر خسارة كمية ملحوظة من الوزن والحفاظ على وزن سليم الدراسة التي أجرتها جامعة كلاسكو في سكوتلندا أوضحت أن العلاج الحالي يقتصر على تناول العقاقير لخفض نسبة السكر في الدم نسبة السكر في الدم هي أحدى نتائج السكر النوع الثاني لكن الوزن الزائد هو ما يسبب الإصابة بالمرض وحسب باحثين في جامعة كلاسكو فإن معظم من يعانون السكر من النوع الثاني يفوق وزنهم الوزن الطبيعي بحوالي 12 إلى 19 كيلو جرام والمؤشر الأبرز لخطر إصابة الشخص بالمرض هو زيادة في الوزن ملحوظة في منطقة البطن ولمعالجة المرض على المصابين خسارة 12 كيلو جراما على الأقل الدراسة التي حثت المصابين بالسكر من النوع الثاني على خسارة وزنهم الزائد أظهرت نتائجها أن خسارة الوزن تحد من أعراض المرض أي أن المريض لن يحتاج إلى تناول المزيد من العقاقير ومواجهة مشاكل ارتفاع ضغط الدم ترجمة نانسي قنقر